بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين ومشاهدين تحية طيب بعد أخوكم جمال باظفار يحييكم في مقطع جديد مغاطعة تعلم مع جمال أجاب على سؤال الأخ RSA قال جمال أستاذ جمال كل عام وأنت بخير وصحة وسلامه سؤال الكل منتظر إجابته أيهما أفضل سبلة الإنبرتر أو السبلة العادي طبعا يتكلم عن العادي ممكن يتكلم عن الضاغط الروتري أو الضاغط البستن مهم أنا راح تكلم إن شاء الله عن الضاغط الروتري لأني ما فيني صراحة قارن مع ثلاثة من ناحية قوة التبريد أولا وثانيا في توفير الكهرباء وشكرا طبعا في هذا المقطع محل يعيش الزبيدي مريت على بعض الوحدات تكيف إنبرتر ضاغط روتري ضاغط بستن مزين ويمكنكم متابعة هذا المقطع طبعا وراح تستفيدون أوكي ما راح أتكلم عن هذا المقطع أنا فقط راح أقارن أو أقل لكم شو الفرق في هذه الوحدات طبعا المقارن راح تكون بين الوحدات مثل ما قلت لكم اللي أعرضتها في المحل هذا غري غاز 410 أمبرتر نزين معطاي هذه المواصفات أو هذا المقيس حزب بطاقة كفاءة الطاقة الإماراتية خمسة نجوم استهلاك الكهرباء 1974 الساعة التبريدية تسعة عشر ألف واربعمية على التي ثري هذا ميديا ثنين طن كلهم ثنين طن غاز 410 معطاي أو استهلاك الكهرباء 2312 على التي ثري التبريد تسعة تبريد تسعة عشر ألف سبعمية وست وستين بي تي يو مستبيشي استهلاك الكهرباء 2571 وط عشرين ألف وميتين بي تي يو الساعة التبريدية جنرال أو جنرال أيضاً معطاي أربع نجوم استهلاك الكهرباء 2450 واط الساعة التبريدية على التي ثري 21300 طبعاً عمل لكم هذا الجدول فقط للتوضيح نزين الجريم بيرتر 410 تقييمة خمسة نجوم الميديا أربع نجوم الجنرال بوجيتسو أربع نجوم متسوبيشي أربع نجوم الساعة التبريدية لهذه الوحدات 2024 ألف بي تي يو يعني ثلين طن على التي ثري عند ارتباء درجات الحرارة القري رح يعطيك 19400 بي تي يو الميديا رح يعطيك 19760 بي تي يو الجنرال رح يعطيك 21300 بي تي يو المستوبيشي رح يعطيك 20200 بي تي يو بالنسبة لاستهلاك الكهرباء القري رح يستهلك الامبرتر 19 رح يستهلك 1974 واط أو كيلو واط سنويا الميديا رح يستهلك 2313 كيلو واط الجنرال رح يستهلك 2450 واط والمستوبيشي رح يستهلك 2571 واط فرق الساعة التبريدية ما بين انخفاض درجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة في الامبرتر انزين رح ينخفض أو تنخفض الساعة التبريدية الى 4600 بي تي يو رح تنخفض يعني ما بين 19400 و 2400 رح يكون عندك انخفاض تقريبا حدود 4600 في الميديا رح يكون عندك انخفاض تقريبا 4200 و 3400 بي تي يو عند ارتفاع درجات الحرارة الو جنرال او الجنرال رح ينخفض فقط 2700 بي تي يو المستبيشي رح ينخفض 3800 بي تي يو السعر بالنسبة الاجهزة هذه الگريم بيرتر سعره تقريبا 3900 درهم حدود 1060 دولار الميديا تقريبا 2400 درهم حدود 653 دولار الجنرال او الو جنرال 2800 ضاقط كل الضواقط هذا الروتري كل الضواقط هذا الروتري غريم بيرتر يكون روتري رح يكون روتري تقريبا نزين جنرال ولا وين وصلنا نحن الجنرال رح يكون تقريبا 2800 في حدود 761 دولار المستبيشي رح يكون 2600 درهم حدود 707 دولار طبعا الضمان كلهم 5 سنوات ما عدا الغري ممكن يعطوك 10 سنوات ولكن رح تتكفل او رح تتحمل تكلفة صيانة بعد الخمس سنوات تقريبا رح تكون لها قيمة اضافية نزين تكلفة صيانة بالنسبة للإمبرتر الغري رح تكون عالية شوية اما البقية رح يكونون تكلفة مخفضة لان ما فيها اجهزة الالكترونية كثيرة مقارنتا مع الغري عنزين المرتبة وضعتكم ايضا في المرتبة لهذه الاجهزة بالنسبة لاستهلاك الكهرباء الغري امبرتر حل في المرتبة الاولى والميديا حل في المرتبة الثانية بزيادة استهلاك تقريبا حدود 339 واط المرتبة الثالثة حل فيها الجنرال او جنرال بزيادة تقريبا 476 واط عن الامبرتر والمستبيشي حل في المرتبة الرابعة بزيادة 597 واط عن الامبرتر طبعا احنا اتكلم عن المرتبة بالنسبة الاستهلاك الكهرباء هذا فرق استهلاك الكهرباء الناس فهمين رح يميزون بين هذه الارقام اذا كانت عالية او مرخفضة او تستاهل مثلا انك والله تقول الامبرتر افضل من المكيفات العادية بالنسبة للتبريد في المرتبة الاولى جان الاو جنرال زين لان تبريده عالي صراحة 2021 300 زين الجنرال جاء في المرتبة الاولى بالنسبة التبريد رح يعطيك تبريد افضل من المكيفات السابقة في المرتبة الثانية جاء المستبيشي زين فرق بين وبين الاو جنرال 1200 بيتيو رح تفقد 1200 بيتيو زين في المستبيشي في المرتبة الثالثة جاء الجري امبرتر زين اوكي رح تفقد تقريبا في حدود 1900 بيتيو يعني 2000 بيتيو وهذه رقام رمزية صراحة 2000 بيتيو زين يعني ما شوف انها فرق كبير زين الميديا جاء في المرتبة الرابعة رح يفقد تقريبا 1534 بيتيو مقارنة مع الجنرال طبعا هذا جدول بسيط ولكم انتم الاختيار وممكن تستفيدون هذا الجدول وتراجعونه زين وشوفون اذا والله هذه الاسعار مثلا الاسعار هذه 3000 وال2000 وال800 هذه 2800 2600 رح مثلا تخليك تغرر انك والله انا رح اشتري مكيف بهذا السعر يعطيني جود التبريد هذه قيمتها او سعر التبريد هذه قيمتها انزل استهلاك كهرباء ايضا هذه كميته مقارنة مع هذه الوحدات ممكن انت تسوي لك جدول خاص وتغارن بين هذه الوحدات ومنها رح تقرر اذا رح تشتري ولا ما رح تشتري في النهاية صراحة السمعة سمعة الشركة الصيانة ايضا سعر القطاع العمر الافتراضي للاجهزة ايضا هذه رح تحدد المراتب هذه فقط هذا اني اخبركم عنه واشرح عنه لان ممكن الناس تعمل تقييم لهذه الاجهزة قبل الشراء البعض ممكن استشير ناس والناس هذول رح يشيرون ممكن رح يشيرون بشيء طيب او شيء سيء ارجو من الله العلي العظيم انا اكون قد افق افصال هذه المعلومة ونلتغي ان شاء الله معكم في مقاطق اخر متعلم مع جمال شكرا جزيلا